الوزارة المعنية عبر المنصة توصلت بحوالي 64 ألف 65 ألف طلب هذه الطلبات 20% منهم تحمل مغاربة العالم الذين يرغبون في اقتناء سكن 38% من الطلبات عبرت عنها سيدات نساء هذا مؤشر مهم 70% من هذه الطلبات تخصو السكن الذي تبلغ كلفته 300 ألف درهم بمعنى الحصة الكبيرة جدا من هذه الطلبات تهم السكن ل300 ألف درهم وهذا ربما يجيب على واحد سؤال كانت تطرح في بداية وضع اللبنات الأولى لهذا المشروع واشكين الناس بغيين يشريوا هات السكن واشكين هات السكن 90% من هذه الطلبات هي طلباته المقبولة 8000 8000 هات السكن توصلوا بالجواب 90% من هذا حوالي 64-65 ألف 90 منها يستحقون أن يستفيدوا من هذا الدعم الآن شنو اللي واقع إما الميلف مازال ماكمل إما الكمبروميت فونت الدار ومازال ماكملناش إما 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 لكن هذا التسعين في المئة من 65 أو من 64 ألف حوالي 64 ألف هم أناس تتوفر فيهم الشروط للاستفادة من مبلغ هذا الدعم إذا لم يكن مشكلة لكن نحن نعرفه بأنه الآن 8000 توصلوا بالجواب توصلوا بالجواب لأنهم استكملوا المسطرة ولكن 90% من هذا العدد ستستفيد وتسعين في المئة من 65 أو 64 ستقريباً في حدود 1-50 ألف معناه بأننا سنمشينا الآن في هذا التوقيت الذي نحن فيه الآن في شهر ماي إحنا تقريباً حققنا نصف 50% من الأهدف المسروع إحنا كنتكلموا على 110 ألف ساكن في رسم هذه السنة هذه واحد العشرات المليار 9.5 تقريباً عشرات المليار دي للدرهم إذن نحن المسروع يسير بخوطة مهمة جداً وإن شاء الله سنكونوا في الأهدف التي رسمتها الحكومة ترجمة نانسي قنقر